مستمعي الكرام وبعد أن وقفنا على النقطة الأولى من نقاط درسنا المصادر والمراجع وعلامات الترقيم يطيب لنا أن نقف على نقطة هامة من نقاطه وهي علامات الترقيم إن الكلام لفي العقول والأفهام وإنما جعلت ألسنة الأقلام دلالة على ما يجول بخاطر الباحث فهذه العلامات الترقيمية تمثل تعبيرا عن الكلام فكما أن الكلام يعبر عنه بصوت مرتفع أو منخفض أو أمرا أو نهيا وما إلى ذلك فكذلك الكتابة يكون لها من السمات من وقفات ومن رفع الصوت وخفضه ومن تمييز الخبر من الإنشاء وهذا ما يعبر عنه بعلامات الترقيم إن رفع الصوت والخفض يكون في النطق لكن لسان القلم يعبر عن ذلك بما نسميه علامات الترقيم ما المقصود إذن بعلامات الترقيم؟ هو عبارة أو هي عبارة عن وضع رموز إصطلاحية معينة بين الجمل أو الكلمات وعلامات الترقيم في اللغة العربية ذات أهمية كبرى في توضيح معاني الجمل للقارئ وهي كذلك في الكتابة تغني عن الإشارة بتلك الوسائل التي سنطرحها سريحا من هذه العلامات ما يسمى بالفاصلة وهي كما تشاهد عزيزي الطالب عبارة عن ضمة مقلوبة بين قوسين تسمى الفاصلة وهي تدل على وقت قصير بين معاني الجملة لماذا؟ لتمييز أجزاء الكلام بعضه عن بعض وهي أكثر علامات الترقيم استعمالا في الكتابة ومن مواضعها رقم واحد بين الجمل المترابطة وأشباه الجمل مثل كأن نقول كان لأحد الأطباء تلميذ ذكي وفاصلة أحبه كثيرا فاصلة وكان التلميذ يحب أستاذه فاصلة وهكذا بين الجمل المترابطة هذه جملة وتلك جملة وهكذا الجمل يفصل بينها تلك الفاصلة أيضا من مواضع الفاصلة بين الشرط والجواب كاتب أحدهم أما بعد إن كان إخوان الثقة كثيرا فأنت أولهم وإن كانوا قليلا فأنت أوثقهم فإن هنا شرطية وبعد انتهاء الشرط كذلك تأتي الفاصلة أيضا من مواضع الفاصلة بعد المنادة يسائق السيارة ثم يقف المتكلم أو الكاتب ويضع علامة ترقيم هذه الفاصلة يقول لا تسرع يا طالع جبل يفصل خذ حذرك وهكذا في سائر الجمل وكذلك من مواضع الفاصلة أنها تكون بين أنواع الشيء وأقسامه مثل المؤمنون ثلاثة واحد مجغول بآخرة وآخر مجغول بدنياه وثالث جمع بين الدنيا والآخرة فهذه الأمور الثلاثة فوصل بينها بالفاصلة ومن علامات الترقيم كذلك الفاصلة المنقوطة وهي الفاصلة الأولى لكن توضع تحتها هذه النقطة وهي التي يقف القارئ عندها وقفة أطول من وقفته على الفاصلة غير المنقوطة بقليل وتجئ هذه العلامة في الغالب بين جملتين تكون إحداهما سببا في الأخرى أو بين الجمل الطويلة التي يتألف من مجموعها كلام مفيد وذلك ليتمكن القارئ من الاستراحة والتنافس بين هذه الجمل ومن أمثلتها فوصل الموظف من عمله لأنه مهمل كن ببعضك لي حتى أكون بكل لك أخلص في عملك يبارك لك في رزقك وهكذا عزيز المجتمع وقفنا وقفة سريعة بين تلك الجمل لأن بعضها إما أن يكون سببا في الآخر أو جمل طويلة يتألف مجموعها من كلام مفيد ومن علامات الترقيم النقطة وهي كما تراها هكذا بين القوسين وتعبر أو يعبر بهذه النقطة عن وقفة طويلة وتوضع في نهاية الجملة التامة التي تم معناها وتوضع في نهاية الفقرة أو المقطع وكلما وضعت في نهاية المقطع توضع كذلك في نهاية البحث أو الموضوع المكتوب والأمثلة على ذلك كثيرة إذ تكتب الهمدة في آخر الكلمة منفردة إذا جاءت بعد ساكن وهذه القاعدة نشاهدها في كل الأبحاث تقريبا وإلى هنا نكون قد وقفنا على بعض علامات الترقيم ثم يأتي دور متابعتنا لبعضها الآخر ضمن الشرائح التالية